في غضون ذلك رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كان عانيه على الاتهامات الأمريكية لطهران بالوقوف وراء الهجوم الأخير على قاعدة التناث وفيما أكد أن الفصائل المسلحة لا تتلقى الأوامر من إيران وتتخذ قراراتها بشكل مستقل ذكر بأن انتهاكات أمريكا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر مننا وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل اتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الأخير باطل الاتهامات الموجهة لنا لا أساس لها وهي مؤامرة لمن مصلحتهم في جر أمريكا لمعركة في المنطقة نجدد تأكيدنا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة نؤمن بأن وقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق أمام عودة الهدوء إلى المنطقة حذرنا مرارا من خطورة توسيع دائرة الصراع بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهكات أمريكا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار نظر هم داریم سخنگوی وزارت خارجي چين